احنا وعدناك إن احنا هنعدل فاخدنا مكالمة من سيدة ودلوقتي معنا مكالمة من رجل معنا أستاذ محمد ألو؟ ألو؟ إزايك يا أستاذ محمد؟ الله يبارك فحضرك في تلكالش قلنا كده رأيك إيه؟ بالنسبة بجوز لك اتنين أيوه، انت شاكتك كده بتجوز اتنين؟ أنا بتجوز اتنين حلو قوي عملتها إزاي دي يا أستاذ محمد؟ الله عليك عملتها إزاي يا أستاذ؟ قلنا والله أنا بظروف ولا فتح على البجناب البتاحكم واسمحت حضراتكم أنتم بتناقشوا في جوازات اتنين أيوه، أيوه، إيه اللي حصل بقى يعني؟ هل الزوجة الأولانية تقبلت الموضوع وكات موافقة؟ ولا أنت تجوزت من وراها؟ تسبحي لا أسأله أسأله أسأل تاني أنت مبسوط يا نجمي، أنت مبسوط مرتاح كده وديك البرابر حاجة حلوة يعني؟ والله جوازات الاثنين يا أستاذ مية مية الحمد لله يا ربا عزبس الثانية تقل الله فيهم وهم مبسوطين يا أستاذ محمد وهم مبسوطين أولاد دي يا أولاد دي أولاد دي وهم الاثنين صحاب بقى يعني عارفين الظوء الوقتي أكتر من الاثنين أكتر من الأخوات مع بعض كانوا عايشين مع بعض في نفس البيت يا صحاب؟ أولاد عايشين مع بعض في نفس البيت يا ساس محمد صح؟ نعم عايشين مع بعض في نفس البيت؟ لا دي بيت لوحدية دي بيت لوحدية بس بيزن حياتك واستقرارك انت يعني طب ما بتحسش بتفضيل مثلا انا برتحنا اكتر عن هنا يعني قولينا كده بصراحة احساسك بيبقى ايه وانت رايح البيت ده وانت رايح البيت ده خلي بالك من اجابتك يا استوز محمد ينفع كده يا استوز كريم الا اجابة اكيد بتحس بميل ناحية واحدة من الاتنين هل في واحدة اقرب لقلبك هل في واحدة لما بتقعد معاها بتحس ان انت مبسوط اكتر من الزوجتين ايوة طبعا فيها راحة لستية ما تبزل واحدة بس فيه حاجة وكل ده هاشت ان تكون لازم من اتنين يبقى مستويين زي بعض ولله الحمد ده رفنا مبساجلي ودولا مخلفين وديا مخلفة مشاء الله يعني انت بيحاول يعدل اه بتحاول تعدل هيطلعوك استثناء ومحظوظ بالضبط مش كتير زيك طبعا والمفترض ان الاخت اللي كلمتنا في الاول دي الحالة الطبيعية الراجل الظالم اللي راح اتجود فده الطبيعي ان الرجالة ظلمين بس لما حضرتك تيجي تدي مثال فانت سيسناء وانا لله يا والساة صالما الانسان عادل بين الزوجتين خلاص انا ولليل حمد زي بقول لكل اتنين عايشين مع بعضيهم اكتر من الاخواتي يعني لانا رجل السواج وعنز عربية انا من بلدات مهلمانيا مطايا الشيخ حاسن الله واخذ دكورتك بلد الرياض انا باجب عربية كده انا جاهم بقاعدين كده والعيال حواليهم بمتعرفيش دوة اللهم اصلي على النابي انا خايفين دو كنت منشجع عن ناس على الزوج التاني كده مش عارفة والله يا أستاذ محمد أستاذ محمد اسمك أستاذ نيال عايزة تقول لك حاجة تفضل يا أستاذ محمد انا سألت حضرتك سؤال يا أستاذ محمد مين من زوجتك الاولى ام زوجة تانية اللي بتحس بميل القلب ناحيتها اكتر بتحس ان انت بتحسي السؤال ده يا أستاذ يا أستاذ محمد هو مالش اسمه هو غير معروف هو غير معروف بالنسبة ده قال الشارع اللي هو ساكم فيه هو قال العنوان بتاعه نتمنى لك السعادة دايماً يا أستاذ محمد تقول لك ان شاء الله في حياتك ويا رب ان شاء الله تفضل ويا حياتك مستكرة كده يا رب انا ما عرفتش العنوان كده معاني يا أميرا قلتها النور ايه قلتلك الستات مش هتوافق والرجالها هتوافق طبعاً محمد قال كلام مهم هناخده بعد الأستاذ خلينا وناخد أميرا معانا قلو يا أميرا قلو السعود عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استدالي يا أميرا اه انا انا الزوجة التانية لجوزي ايوا وزوجته الاولانية ما كدش بتخلف تمام فهو جوزني وجدنا ولاد تمام بس هو مبسوط معي انا بس احنا دلوقتي في بيت وهي في بيت بس هو عشان فيه ايه لو كده بقيت بروح اه مع بعد الولد بعد ما جبت الولد مم رحت بقى ايه اه طول النهار بنقعد معهم مع العيلة وكده وهي موجودة مم بس هيها طبعاً يعني بتغير مني عشان انا جبت الولد اه اه طب انت بتغيري منها؟ لا طبعاً انا ام الولد اه فهو كان عايز ولد هو كان عايز يعني هي ما كانش بتخلف اه انا خلفت فهي دلوقتي اه هي بني اللي بتغير مني اه بتتعاملي معها ازاي اميرا بس دي حالة شازة يا نور صح؟ لأ عشان هي الزوجة الاولانية ما بتخلفش هي دي مش الحالة شازة دي الحالة اللي اصلاً المفروض انه اساساً الزوج يتجاوز اصلاً هتانية بس ده ده السبب المفروض يعني يكون موجود قوليه يا اميرا انت بتتعاملي مع الزوجة الاولى ازاي؟ اه كأن بنتها اللي هي بتتحكم فيها هي اكبر مني؟ في فرق سن كبير في اه في فرق سن كبير بقى هي بتبقى مع ان جزء صغير يعني هي مش كبيرة قوي يعني هي في الخمسينات بس انا مثلاً انا 23 سنة اللي هي بتتعامل معي انا كأن انا بنتها اللي بتتحكم فيه ده فيلم الزوجة التانية ده؟ اميرا يعني انا عايز اقولك انه اكيد شعور الزوجة الاولانية مش مش سهل عليها خالص اول انت ما شاء الله عليك صغيرة واتجوزتي انت الزوجة التانية اتجوزتي دخلتي البيت وهي بالنسبالها انت اللي جبتي زي ما انت قلت انت شفتي قلت كم مرة في المكالمة انا اللي جبت الولد يعني الكلام ده لو بيتقل ده طبعاً بشكرك يا اميرة جداً واتمنى برضو حياتك تبقى سعيدة دايماً اشتركوا في القناة